هي واحدة من أعظم العجائب الأثرية في العالم وتعتبر الآن واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة إنها مدينة ماتشو بيتشو في بيرو تقع هذه المدينة الأسطورية في جبال الأنديز وتعتبر رمزاً للعبقرية الهندسية والروح المبتكرة لحضارة الإنكا انضموا إلينا في هذه الرحلة لاكتشاف تاريخها وأهميتها نشأة وتاريخ ماتشو بيتشو ماتشو بيتشو التي تعني الجبل القديم بلغة الكيتشو تم بناؤها في القرن الخامس عشر على يد إمبراطور الإنكا باتشاكوتي تقع المدينة على ارتفاع حوالي 2430 متراً فوق مستوى سطح البحر في موقع استراتيجي يمنحها حماية طبيعية وإطلالات خلابة ظلت مخفية عن العالم الخارجي لعدة قرون حتى اكتشفها المستكشف الأمريكي هيرام بينجهام في عام 1911 تم اعتبار ماتشو بيتشو واحدة من أهم المواقع الأثرية في العالم حيث تجذب ملايين السياح سنوياً تمثل هذه المدينة قمة الإنجاز الهندسي لحضارة الإنكا فقد تم بناؤها بطريقة تتكيف مع التضاريس الجبلية الوعرة وتضم مجموعة من المعابد والمساكن والتراسات الزراعية التي تدل على مهارات الإنكا في الزراعة والبناء اكتشافها في عام 1911 اكتشفها هيرام بينجهام الذي كان يبحث عن مدينة الإنكا المفقودة فيل كابامبا أصبح اكتشافه هذا واحداً من أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو وكان ذلك في عام 1983 لما زاد من أهميتها وحمايتها في عام 2007 تم اختيار ماتشو بيتشو كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة مما عزز مكانتها السياحية والثقافية على مستوى العالم الحضارة التي شيدت وسكنت ماتشو بيتشو قامت حضارة الإنكا ببناء المدينة والإنكا كانت واحدة من أعظم الحضارات في أمريكا الجنوبية استخدم الإنكا التكنولوجية الهندسية المتقدمة لبناء المدينة بما في ذلك تقنية البناء بالحجارة المتراصة التي لا تزال تبهر العلماء حتى اليوم كانت المدينة مركزاً دينياً وثقافياً هاماً حيث تضم معابد مخصصة للآلهة المختلفة وساحات عامة للتجمعات والاحتفالات الاحتفالات الدينية والطقوس كانت ماتشو بيتشو مركزاً دينياً وثقافياً هاماً لحضارة الإنكا كان يتم فيها الاحتفالات والطقوس الدينية التي يتم فيها تكريم الآلهة وخاصةً إله الشمس إنتي ومن المعروف أن حضارة الإنكا كانت تقدم القرابين كجزء من طقوسها الدينية في ماتشو بيتشو كانت تقدم القرابين الحيوانية مثل اللاما وأحياناً بشرية ولكن بصفة نادرة كانت هذه التضحيات تجرى لاسترضاء الآلهة وضمان الخصوبة والرخاء وكانت ماتشو بيتشو مكاناً هاماً لمراقبة الأحداث الفلكية استخدم الإنكا المباني والتراسات كمراصد فلكية لتحديد أوقات الاحتفالات والمواسم الزراعية اليوم تعد ماتشو بيتشو وجهة سياحية رئيسية تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم يمكن للزوار الاستمتاع بجولات سياحية ممتعة تأخذهم عبر المعابد والمباني القديمة والتعرف على تاريخ الإنكا العريق يعتبر الطريق إلى ماتشو بيتشو نفسه تجربة مثيرة سواء كان عبر رحلة بالقطار من مدينة كوسكو أو عبر مسار إنكا تورين الشهير ماتشو بيتشو ليست مجرد موقع أثري بل هي نافذة إلى ماضي حضارة عظيمة وتبقى واحدة من أبرز المعالم التي يجب زيارتها واستكشافها إذا كنتم تخططون لزيارة بيرو فلا تفوتكم فرصة زيارة ماتشو بيتشو وأن تتمتعوا بجمالها وسحرها التاريخي شكرا لمشاهدتكم